روى الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دعائه ابن عباس رضي الله عنهما أن أبوكيكم ممتومة صلى الله عليه وسلم ميونغوني مدعا ذاكي ألقوى أكيومبا ألقوان أغنبه في أكيسيما اللهم اللهم لك أسلمت لك أسلمت كما يمسلم أمري كما يمسلم جل جلاله وبك آمانت نا نمك وميني إيمان كامل إيمان جازم إيمان ثابت من النبي صلى الله عليه وسلم نهي ندعا نتومي ويومبا إلي ناسي كذالي كذالي كتو يومب نكيوا نمجي تجميزا قوة هكونا جامبا منونا لفاني بغيري توكولي على الله تبارك وتعالي توحيد يو تهي دعا وعليك توكولي وإليك أنبتو نكوكولي ويومبا منونا لفاني ويومبا منونا لفاني بغيري توكولي ويومبا منونا لفاني بغيري توكولي سبحانه وتعالى كان يستعيذ بعزة الله عز وجل الكوانا جلين دكو عزة الله عز وجل كتوكمانا نا كتو بطي إلي أسي بطي تومي عليه الصلاة والسلام يستعيذ الله أو يستعيذ بعزة الله عز وجل أن يضل أو أن يضل قال يامننو مزيتها يمتومي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله النبي الرسول الذي أوحى الله إليه الذي بعثه الله عز وجل بشيرا ونذيرا للناس كافة أمومبا ناجلين دكو عزة يمولوك سبحانه وتعالى أسي بطي كيف هذا الكلام يا إخوان انظروا إلى دقة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم تومي عليه الصلاة والسلام أناجلين دكو عزة يمولوك أسي بطي أن تضلني وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يوحى إليه وهو الذي يعصمه الله عز وجل وهو الذي غفر الله له ذنوبة ما تقدم منها وما تأخر سأسمعنا دعاء النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام civilizations شكرا لجلين دكو عزة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر